السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نضع المعقم اليدين الذي نستعمله حاليا كثيرا الله يعافينا ويعافيكم ولكن هناك أخطاء نستعملها عند استعمال هذا المعقم أول شيء أحسنت عنكم بأن المعقم يمكن تحضيره بسهولة في البيت أساسه هو الكحول ومواد مرتبة مثل الجليسيرين وجل الألوابيرا إن شاء الله نخلي لكم صندوق الوصف كيف تصعبوه إذن نجفو الأخطاء التي نعتقدوها عند استعمال المعقم أول شيء هو أن هذا المعقم لديه مدة صلاحية إذن دائما عندما نشتريه أو عند استعماله يجب أن نتأكد من مدة صلاحية دياله ثاني خطاء هو أن نعتقدو أن معقم اليدين يعوض الصاوون أو ينظف اليدين إذا معقم اليدين إذا هو يعقم ولكن لا ينظف إذا كانت هناك أوصف فلا يزيلها إذن دائما وقت ما كانت عندنا الفرصة أننا نغسلوا أيدينا بالماء والصابون يكون أفضل من المعقم فقد معقم لك نكونوا براء خرجين مع النشط الماء ثالثاً هو أن نقطة من معقم يدين أنها ليست كافية لا تزيل الجارات رابع خطاء هو أن كمية كافية من المعقم لكن غير تنظف على يدينا هذا أيضاً خطاء لا تزيل الجارات فبالتالي يجب يعني سعيدنا على الأقل 30 تانية إذا نباش نعرف بأن المعقم تخلل يعني في جميع اليدين يعني بين الأصابع أيضاً إذا فبالتالي خصنا نخدو المدة الكافية لتمريره في اليد خامس خطاء هو أننا نستعمل المعقم يدين فوق يديني مبللة إذا هنا غادي تنقص من الفعالية ديال المعقم ما غا تكونش عنو نفس الفعالية إذا نديرو على يدين يعني يكونوا جافين أو بشرة جافة كين أيضاً لكيستعمل المعقم يدين وما كيخليش ينشف ويمس عينو أو وجهو لا إذا دائماً تظهروا أنه يجب وهناك التحذير معمرنا القرب لللهب وهنا ديرين معقم اليدين كنت من الفيديو كونراكم وإلى فيديو آخر بإذن الله